السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل متابعي قناتي ايزا انجليش الانجليزية بوساطة. النهاردة زي ما ودتوكم هنبدأ اول حلقة في سلسلة المراجعة النهائية الفاينال ريفيجان لبرايماري فور فرستير الترمي الاول ربع ابتدائي انتحنت على الابواب وهنقدم سلسلة مراجعة نهائية ان شاء الله بإذن انها هتغطي جميع اجزاء المنحك ومش هيخرج عنها الامتحين ان شاء الله. اول حاجة choose the correct words. اختر الاجابة الصحيحة. the cat is القطة تكون heavy heavier heaviest than the mouse. طبعا لما اول ما اشوف زان لازم اختار الصفة اللي فيها er. لازم اختار الصفة اللي فيها er ومع الصفات الطويلة اختار الصفة اللي فيها more. the cat is heavier than. بالإجابة هتكون heavier than the mouse. القطة تكون اثقل من الفقر. number two. the giraffe is. الزرافة تكون more less most dangerous than the lion. انا هنا بقارن ما بين الزرافة واللين. الها الاسد. هل الزرافة اكثر خطورة من اللين الاسد ولا اقل خطورة؟ طبعا الزرافة اقل خطورة. الاسد هو الحيوان خطير. يبقى هنختار هنا اقل. يعني اقل من less dangerous. less dangerous. مهم جدا نقرأ المثال للاخر عشان نعرف الاجابة السليمة ايه. لان كان منكر حد منتهر بساطة يختار more dangerous. وطبعا ازاي الزرافة هتكون اكثر خطورة من اللايون. لا يبقى نقرأ الجملة كاملة عشان نقدر نختار الايجابة السليمة. half is. النص يكون. big biggest bigger than first. طبعا النص هو اكبر من الرب. يبقى الايجابة هنختار bigger than. bigger than. number four. a cell phone is. a cell phone. الهو التلفون is. smaller. small. smallest. زين. لابتوب. طبعا نعرف الني زين. لما بتجيلي لازم اختار السفة اللي فيها. e r. يبقى اختياري هيكون. smaller than. smaller. زين. the car is. السيارة تكون. fastest. fast. faster than. the bike. طبعا الاكيد السيارة هتكون. اسرع من الدراجة. وطبعا عندي هنا. زين. لما بشوف زين. اختار السفة اللي فيها. e r. يبقى اختار faster than. faster than. number six. which animal is strong, strongest, stronger. اي حيوان يكون الاقوى. the bear or the dog. حد هنا هيقول لي مست ما فيش زين. هاختار ايه. بس انت عندك الحكتين اللي هو بيقارن ما بينهم. انا هنا بقارن ما بين ايه. ما بين اتنين. ايه هم ال bear. والdog. الدوب. والكلب. تمام. ومع which بتختار السفة اللي فيها. e r. لان واضح قوي ان انا بقارن ما بين حكتين. يبقى هقول ايه. which animal is stronger. زين. stronger. صوري. which animal is stronger. يبقى مع which. ما بلاقيش زين. بلاقي which. وبلاقي الحكتين اللي هو بيقارن ما بينهم. يبقى في الحالة دي. بختار السفة اللي فيها. e r. number seven. which animal is. more intelligent. intelligent. most intelligent. than the billycan. هو هنا ادي لزين. يبقى اختار السفة اللي فيها. more. more intelligent. than. more intelligent. than. the bear is. الدوب يكون. big. bigger. biggest than the billycan. طبعا انا عندي زين. وقلنا زين لازم اختار مع السفة اللي فيها. e r. يبقى اقول. the bear is. bigger than. a snake is. much more. most dangerous than. a fox. طبعا مع زين بختار السفة اللي فيها. e r. يبقى انا مع صفات الطويلة بنختار. more than. more dangerous than. a fox. يبقى السابين يكون. اكثر خطورة من السالم. يوقفت. يبقى سيارتي تكون. long. longer. longer. longest than. طبعا لقيت زين. يبقى دايما اختار السفة اللي فيها. e r. يبقى. يبه سيارتي تكون أطول من سيارتك زرافة تكون طولر طولست طول زين زهورس تابعا عندي زين يبه اختر الصفة اللي فيها يبه طولر زين كروكوديلز آر تمسيح تكون مور دنجرس لس دنجرس زين فش ده لما لقيت في الاختيارات المور واللس يبه لازم اعتمد على معنى الجملة هل هي أكثر خطورة ولا أقل خطورة التمسيح والأسماك تمسيح طبعا أكثر خطورة من الأسماك يبه هنختار مور دنجرس زين زا فوكس إز زا فنك فوكس إز سعلى بالصحراء يكون سمول، سمولر، سمولست زين زا كامل تبعا عندي زين لازم اختر الصفة اللي فيها اي ار يبه الإجابة سمولر زين ايس كريم ايس كريم يكون مور دلشوس دلشوس موس دلشوس زين بطر تلا ما عندي زين لازم اختار مور دلشوس المثال اللي قبل كده لما لقي مور دنجرس لما لقي مور وليس مور وليس الاتنين ينفعوا في الحالة دي مختارش إلا لما اعتمد على معنى الجملة أشوف معنى الجملة أقل من ولا أكثر من لكن لما لقي مور فقط هي ده الاختيار ده اللي أنا أختار امتى أتقنى وما اختارش لما لقي مور وليس مع بعض لإن الاتنين ينفعوا مور تنفع وليس تنفع مور معنىها أكثر من ولس معناها أقل من يبه لازم أشوف معنى الجملة ايه واعتمد عليه في البداية الفيل يكون بيجست بيج بيجر زين اما واس طبعا عندي زين يبه لازم اختار السفل فيها ايه عار يبه بيجر زين دقز عار الكلاب تكون سنر سن سنست زين elefants طبعا لقيت زين اختار السفل فيها يار يبه السنر زين الكلاب أرفع من الفيلة باروت سعار البغ بغانات تكون نويزي نويزر نويزست زين سبيدرز يبه نختار نويزر زين نويزر زين أكثر إزعاجا من نكمل مع بعض بقيت الإكسرسيز اعتقد القطط تكون نيسر نايس نايسست زين دقز طبعا لقيت زين لازم اختار السفل فيها ايه ار ونيسر زين اعتقد ان القططة تكون ألطف من الكلاب كامل زوار الجمال تكون سلو سلاوست سلاوار زين هارسز طبعا لقيت زين لازم اختار السفل فيها ايه ار يبقى كامل زوار الجمال تكون سلاوار زين طبطة من هارسز الحسنة كامل زوار الجمال تكون طول 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 زين هارسز طبعا لقيت زين اختار السفل فيها ايئوار يبقى كامل زوار طول زين هارسز يعني الجمال تكون أطول من الحسنة هارسز عر الحسنة تكون تكون يبقى السعبين تكون اطول من النمل. هورسز او الحصنة تكون لس مصد متش بيرفكت فور ديزرت زين كاميلز. طبعا عندي هنا زين. وما لقيتش الصفة اللي فيها اي ار. بس انا اعرف ان البديل الصفة اللي فيها اي ار هو مور و لس. مور بمعنى اكثر من و لس بمعنى اقل من هنا ما عنديش غلص فقط فاختار لس. يبقى الجملة معناها هورسز او الحصنة تكون اقل ملاءمة للصحراء عن الجميل. زا فينك فوكس از. سعلا بالصحراء يكون سمول سمولر سمولست زين اوثر فوكسز. لقيت برضو زين. هختار الصفة اللي فيها اي ار. باختار سمولر زين. يبقى سعلا بالصحراء يكون اصغر من باقي السعين. مي جران فوذر از. والي قدي يكون. اوالت. 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 زين. مي فوذر. طبعا الاقابة. اوالت. زين. اكبر من. ده طبعا عشان نلاقيت زين و لما بلاقي زين اختار الصفة اللي فيها اي ار. نلاقيت زين. صحة الصفات. كاميلز اوالت. صلو زين. هورسز. طبعا انا قلت لما نشوف زين. لازم الصفة يبقى فيها اي ار. يبقى اللي سلوه هتبقى سلوور زين. سلوه هتبقى سلوور زين. هورسز اوالت. شورت زين كاميلز. الحسنة أقصر من الجمال طبعا short وعندي than يبقى لازم تبقى shorter than shorter than أقصر من cats are nice than dogs طبعا than لازم الصفة يبقى فيها er يبقى هقول nicer than يبقى cats are nicer than dogs القططة تكون ألطف من الكلام camels are الجمال تكون perfect than horses for dessert طبعا perfect مش هنحط لها er لان هي صفة طويلة ومع الصفات الطويلة احنا بنحط يا إما more أكثر من يا إما لازم أقل من والجمال أكثر ملاءمة للسحرق عن الحسنة يبقى هحط more perfect snakes are الصعبين تكون dangerous than spiders السعبين تكون أكثر خطورة من العناكب طبعا dangerous صفة طويلة long adjective ومع long adjective احنا بنحط يا إما more أكثر من يا إما لازم أقل من وهنا هنحط more dangerous than more dangerous than better is هالزبدة تكون delicious than ice cream ألز من الأيس كريم طبعا delicious صفة long adjective صفة طويلة بنحط قبلها يا إما more يا إما لس وهنا المعنى ماشي إن هي تاخد more delicious than sorry الزبدة أقل less delicious than لأن الايس كريم هو اللي ألز من الزبدة طبعا السبدة ملهاش طعم لما بنكلها الوحد ده هملهاش طعم لذيذ لكن ice cream لما بنكله الوحده بيبقى طعمه لذيذ elephant's or الفية لا تكون big than dogs ما فضني أكبر من الكلاب هتبقى big bigger than ونلاحظ إن إحنا هنا ضعفنا حرف الجي لأنه هو سبقه حرف متحرك فلما بنضيف er للصفة مكونا من ثلاث حرف يسبقها حرف متحرك وآخرها حرف السكن من ضاعف الحرف السكن الأخير يبقى big هتبقى bigger than a mouse is الفقر يكون small than an elephant أصغر من الفيل small هتبقى smaller than smaller than أصغر من ضفت لها er عشان أنا عندي there the giraffe is الزراف هتكون tall than the horse tall هتبقى taller than حسب القعدة لما بنلاقي than لازم نضيف للصفة er لو هي صفة طويلة لو هي صفة قصيرة ولو هي صفة طويلة أحط قدامها more more معنى أكثر من وليس معنى أقل من وده باعتمد فيها على معنى الجملة the dolphin is dangerous than the dolphin is dangerous than the dolphin is dangerous than يكون أخطر من التمساح more dangerous more dangerous ليس معنى هتبقى er long adjective صفة طويلة reorder the words reorder the words to make correct sentences I ترتيب الكلمات لتكوين جملا صحيحة هنا بادئ معي ب i a snake السابين طبعا رقم اتنين في الجملة لذي نبقى الفرب يبقى snake is snake is snake السابين يكون more dangerous than more dangerous than نيجع لطول بالمقرنة more dangerous than السابين يكون أخطر من a fox a fox a fox السابين بنحط فلوس طب نتابي الجملة الثانية a horse a horse a horse horse الحصان number two في الجملة يبقى the verb is از الحصان يكون از ندخلها على طول بمقرنة الصفة shorter than a horse is shorter than لازم بعد is احط المقرنة shorter than ثان حصان أقصر من اقصر من اجيراف ال� الزرافة ونحط فلوس طب اخر جملة عندي هي horses الاحسنة وهنا جمع هناخد or تاني ركني في الجملة لازم يبقى الفرب هنا عندي هو or يبقى horses or نحط على طول المقرنة هتبقى faster than faster than يبقى الحصانة تكون أسرع من أسرع من ايه تميل الجمال نحط فلوس طب وبكده نكونوا غطينا جميع الأسئلة اللي ممكن تجيلي على قاعدة مقارنة الصفات بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد من سلسلة final revision ل primary 4 سنة 4 ابتدائي الترم الأول ان شاء الله المراجعات دي سلسلة المراجعة دي مش هيخرج عنها لمتحان أهم حاجة نحنا نركز ونتابع الأسئلة قويس جدا نشوف الإجابات نشوف علينا ازاي وبالتوفيق ان شاء الله شكرا للمشاهدة ونشاهدة ونشاهدة نشاهدة